تحتضن العاصمة المغربية الرباطة ظاهرة فنية تحمل اسم كوكبات النجوم عماما جمهور غفيرة على ضفتين نهر بوارقراق لمتابعة عروض بالماء وأضواء الليزر تقود الجمهور في رحلة بين الكواكب والنجوم مجرات الكون ومجموعات الكواكب والنجوم في لوحات فنية ترسمها تيارات مائية تمتزج بأصوات الفضاء في نهر أبرقراق وسط الرباط أمام جمهور غفير على ضفة النهر في تظاهرة فنية تحمل اسم كوكبات النجوم الفنون الرقمية فنون جديدة تستعمل تقنيات الرقمية وتتطور في العالم بطريقة جيدة سريعة والمغرب لا بدخل ستهوى يدخل في هذا الميدان الماء أساس الحياة ومصدر توازنها من رسائل العرض الذي قدم رحلة رقمية عبر الماء بين المجرات ثم عرض ثاني للرحلة نفسها عبر أضواء الليزر بألوان الشفق ندرة المياه أصبح تطرح مشكل كبير جداً لذلك لا بد من التحسيس بأهمية الماء عبر هذه الشاشات من الماء وهي بالمناسبة لأول مرة يكون عرض ليس فقط في الرباط ولكن في إفريقيا وفي العالم العربي بهذا الحجم التظاهرة هي أيضاً ضمن برنامج حكومي لدعم الفنون الرقمية ونشرها وإثراء العرض الثقافي لسكان الرباط هذا التطور مهم بالنسبة لبلاد دينا اللي كانواكبوا به مجموعة دي التطورات اللي في البلدان كانت تصرى مثلها بحل هذا العرض أول مرة كانت تكون هذا الفنومين جالقامر مزين مزين صراحة مزين كانت مزين وخاء الماء وذلك أول مرة كانت تشوفه صراحة مكرر نشيكون في كل عام تبارك الله تشيكون زميون حتى أصلاً الناس يخصون فين يمشي وفين يدوزوا الوقت ديالهم يعطيهم هذا الناس لفرصة تمتد التظاهر ثلاثة ليال وتقدم أيضاً بأضواء الليزر شرحاً رقمياً لنظام الكون وأهمية الماء وتاريخ مدينة الرباط وقصبة الوداية التاريخية الواقعة في مصب نهر أبرقراق على المحيط الأطلسي مجرات الكون وكواكبه ومجموعات النجوم في عرض فني يزين سماء الرباط وفق أحدث تقنيات العرض الرقمي بتزامن مع القمر الأزرق المكتمل حدث يروم دعم الفني والثقافة ويوظف حسب المنظمين عنصر الماء كأحد أهم عناصر الحياة للتوعية بأخطار ندرته فاطمة أبو غنبور الحرة الرباط ترجمة نانسي قنقر